ما الذي يجري في هذا البلد حتى هذه اللحظة يعني بداية مساء الخير إلك وغالي يعني مشاهدي قناة التغيير أنا أعتقد أن الأزمة أكثر تعقيدا وأكثر تركيبا من مجرد أزمة اختيار رئيس مجلس الوزراء أو أزمة يعني وباء يعني جديد أو أزمة انخفاض أسعار النفط أنا أعتقد الأزمة في العراق أزمة مركبة أزمة مزمنة مرتبطة بطبيعة النظام السياسي منذ العام 2005 عندما تم تمرير الدستور العراقي أنا شخصيا كتبت يعني كتاب موجود في الأسواق كان بعنوان مراجعات في الدستور العراقي وقلت في حينها أن هذا الدستور منتج للأزمات وأن هذا الدستور سيدخلنا في نوع من الحلقة المفرغة التي لا يمكن الخروج منها وهذا ما حصل عندما تعجز عن بناء نظام سياسي قادر على إدارة الدولة بشكل حقيقي فبالتأكيد ستواجه الكارثة التي نواجهها اليوم لكن لا أحد يريد أن يستمع إلى هذه الحقيقة ولا أحد يريد أن يعني يقترب من معالجة هذه الحقيقة لأنه هذا النظام السياسي ولد طبقة سياسية هذه الطبقة السياسية أصبحت لها مكتسبات هذه الطبقة السياسية تريد إدامة وجودها وهي تعلم جيدا أن ديمومة وجودها مرتبطة بديمومة هذا النظام السياسي المنتج للأزمات لهذا نحن ندور في حلقة مفرغة وعجزنا طوال السنوات الماضية عن حل أي مشكلة جوهرية من المشاكل التي يعاني منها العلاق بالعكس كنا نعجز عن معالجة المشكلة فنحاول أن نلجأ إلى ما أسميه دائما بتدوير هذه المشاكل فتفاجئنا أزمة أخرى مثل انخفاض النفط أو مثل كورونا نعالجها بأزمة أخرى يعني أذكرك مثلا في عام 2008 عندما انخفضت أسعار النفط وفي عام 2012-2013 عندما انخفضت أسعار النفط لم تلجأ الحكومة العراقية أو صانع القرار السياسي أو صانع القرار الاقتصادي في العراق لمعالجة الأزمة من جذورها وإنما لجأ مباشرة إلى السحب من الاحتياط النقدي من البنك المركزي لتعويض العجز كما يحصل اليوم وسيحصل اليوم يعني لحد الآن لم يحصل لكن بالتأكيد لن تستطيع أي حكومة قادمة أن تعالج أزمة العجز في موازنة العام 2020 إلا من خلال السحب المفتوح على المكشوف من احتياط البنك المركزي العراقي على أمل أن يعود أسعار النفط الارتفاع مجددا ليتم تعويض هذا الاحتياط النقدي اشتركوا في القناة